موسيقى بسبب استغلال البعض واتخاذ الموضوع تجارة على حساب حاجة وأمراض الناس وزارة الصحة بدت خطواتها الأولى لمشروع التسعير الدوائية للقطاع الخاص الهدف منها هو توحيد الأسعار وهذه خطوة جيدة لو تم العمل بها بجدية لكن اليوم عدم موضوع الأسعار وتثبيت الأسعار يجب أن يثبت أيضا المنشأ والصلاحية طبعا مراسلنا عمر كريم رصد معاناة الناس بهذا الموضوع وبعدها راح يكون معانا أيضا عبر الهاتف الدكتورة الصيدلانية صبا جاسم حتى نتحدث بهذا الموضوع لكن خلونا نشوف بداية معاناة الناس بموضوع الأدوية وأسعارها موسيقى 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 والمناطق الشعبية اللي براس يتول بل في دينار وأنت أخذ لك على أبرة بخمسة آلاف وستة آلاف هناك موسيقى 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 صحيح أسعار ما تتصورها الطبو بخمسمية ترجع لك وعلى طريق التاكسيات ترجع بيها لها لك زين والمناطق الشعبية تروح يام الدكتور منها عدتك شفية ما يأخذ من عندك رأيك بتضارب الأسعار اللي قاعد يصير بصيدليات تتمنى أن يتوحد عن الأسعار أتمنى أتمنى وأتمنى من وزارة الصحة هم أنت ترجع فيه موضوع يعني الأسعار العالم ترى فقير ما عنده إلى الله إذا تمرض أو إذا عنده سجال أو سبع جال أين يروح أسعار غالية يعني مناطق رخيصة ومناطق غالية يجين بالنسبة لي أنا دحشي لك يعني عندي علاج بسيط استلمت اليوم أخذتها من بغداد بألف ونص بينما بالأنبار أخذتها بخمسمائة دينار وفرق كبير بالأسعار أخي أغلبهم أغلب الصيدليات متعاملين ويالأطباء خصم الحجي أغلب الصيدليات يعني نصها إله للطبيب اللي بالمجمع يعني أنا أعرف هوية جمعة موسيقى المشروع الموظومة الوطنية للدواء هو أول من المشاريع المهمة لوزارة الصحة بدأنا بتنفيذها من خلال دائرة العيادات الطبية الشعبية هذا المشروع من خلاله يوفر دواء آمن وفعال وبأسعار محدودة رح يطمئن المواطن أنه هذا الدواء اللي رح يتناوله اللي بي لاسق على علب الأدوية هو مفحوص من قبل وزارة الصحة وواصل ضمن إجراءات الخاصة بالوزارة وفعال وأمين وبالإضافة إلى ذلك أنه سعر موحد في جميع المنافذ يعني من روح صيدليات في منافذ مختلفة إلى سعر موحد وهناك إجراءات سيتم اتخاذها قريبا بخصوص المخالفين اللي يتسربون من خلال عدم وضع اللواصق على علب الأدوية والله نطلب من الواطنين أنه يكون واعي بهذا الخصوص أنه من يذهب للصيدلية أنه لازم يسأل الصيدلي المسؤول وين اللاصق الخاص بوزارة الصحة على علب الأدوية اللي هو رسالة طبعنان للمواطن من خلال هذا الاستكر الموجود على العلبة طبعا أن الواصق ليست تحدد الأسعار فقط بل تحدد البلد المنشأ الذي أتى منه وتحدد تاريخ النفاذية لهذا الآيتم أو الدواء لكي يثبت للمواطن أنه ليس مخشوش أو أنه دخوله قانوني من قبل وزارة الصحة ومن قبل الشركات فهذا شيء مهم جدا للمواطن ولوزارة الصحة العراقية ولجميع الشركات فإنه يضمن جميع الحقوق إذن شفنا هذا الاستطلاع السريع لكن بكل الأحوال يمكن بكل البلدان العربية القريبة هم معتهم هذه التسعيرة ومعتمدة في الصيدليات إلا إحنا ويمكن هذا المشروع يطلق مع كل حكومة جديدة أنه إحنا من أولوياتنا تسعيرات الأدوية بكل الصيدليات ورح تكون هذه التسعيرة معتمدة لدى وزارة الصحة ولكن هذا المشروع بس مجرد تسريحات أو دعايات لشكل الحكومة الجديدة بالواقع وعلى أرض الواقع المواطن يدفع التسعيرة حسب سعر إيجار الصيدلية حسب سعر إيجازة الصيدلية المتفق عليها مع التاجر حسب المنطقة رصافة لو كارخ منطقة راقية لو شعبية حسب المكان أو الشارع التجاري بالنهاية سعر الدول ممكن بمكان أو تسعير أو دخوله للعراق ممكن يكون بـ 25 زينار ينباع على المواطن في الدب 5 ألاف أو ممكن ينباع أربعة ألاف هذه التسعيرة أتعبت المواطن حرفيا أتعبت المواطن وليس صحيح كل نقباء الصيادلة اللي جوي تحدثوا على أنه ستكون أكو تسعيرة والحقيقة لا يوجد أي تسعيرة أكو تجارة مربحة لصاحب الصيدلية كتاجر ولصاحب الإجازة كصيدلات وبالنهاية تقع على كاهل الإنسان المشكلة المريض بس خمالك نقطة هنا يعني خلينا نكون واقعين إحنا ليش نبعد عن الحقيقة اليوم اللي يمأجر صيدلية في منطقة شعبية يمكن مأجرها بـ 300 ألف المحل أقصد بـ 400 ألف لكن من نتروحين بالحارثية ترى إيجارة فوق المليون ما هو الواطن ما ذنبشي أوكي أوكي بس أبو الصيدلية مين رح يسد مصاريفه يعني ما هي هم الموضوع بالنسبة إلى حتى يستمر بمشروعه حتى سعر الإجازة حتى سعر الإجازة فأنت سعرين اليوم الدور أو تشار من الصيدلاني بالمنطقة الشعبية يختلف سعرها عن المنطقة الراقية أو شارع التجاري الممتاز يعني محامي للصيدلاني اللي يتحدث بهذا المنطق طيب أنه أنا عندي صيدلية مأجرها مثلا إيجاري يختلف عن غير منطقة أنا إذا سعرت لي هذا الدور بربح 10% أو 3% أو 5% كيف ما يكون فيمكن ما يوفي وياي أجل نهاية الشهر ألقي نفسي مديون أو رح أتشمل من جيبي فيخسر بهذا والحل الحل هنا رح نبحث بهذا الحل